اشتركوا في القناة اسموه الدور المتنامي للقطع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأشار اسموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص من خلال مختلف المشاريع والخطط التنموية التي تصب في صالح الوطن والمواطن منوها سموه بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم التوجهات الهادفة لتحقيق المزيد من التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد كما هنأ سموه الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين على النتائج التي حققوها وتمنيا لهم النجاح والتوفيق لمواصلة الإسهام في تحقيق تطلعات القطاع التجاري وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية وأكد سموه أن مملكة البحرين حريصة على مواصلة رفد دور القطاع الخاص في المسارات التنموية بما يسهم في تحقيق إضافة نوعية للمجازات التنموية استناداً إلى مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين بما يعزز مكانتها التنافسية ضمن منظومة الاقتصاد العالمي